هنكمل ان شاء الله النهاردة بقيت الجزء الخاص بالسيرفزز لو انتم بكرين مبارح كويس، اتكلمنا مبارح عن موضوعين مهمين جداً الموضوع الاولاني كان موضوع DHTB Server الموضوع الثاني كان موضوع IceCase حد عنده اي مشكلة في الموضوعين دول قبل ما نبدأ أو قبل ما ننقلبهم ونخش على موضوع جديد؟ حد عنده اي مشكلة أو اي سؤال في الموضوعين اللي فاتهم بارح؟ حد عنده اي مشكلة؟ ممتاز، طيب، النهاردة عندنا موضوعين جداد هنتكلم فيهم ان شاء الله الموضوع الاولاني هيكون ال FTP Server والموضوع الثاني هيكون ال NF Server تمام كده؟ طيب، تعالى نبدأ نكون نكتب على السيرفر ماشين والكلينت ماشين اللي موجودين عندي كده كده كدهbalance الأني هي وكنتności بذاijuana ب아니م كده كده كدهール وكانت اضع القلاينت المكناة السيرفر الموجودة عندي سننظر عليها ال FTP Server والمكناة الكلينت ستستمنها ال FTP يعني دعي المكناتين يعملوا نفس كما الاسم بتاعهم يقول المكناة الأولانية يخليها client والمكناة الثانية يخليها سيرفر كما اتفعنا مبارح قبل ما ابدأ اتكلم عن اي سيرفر قبل ما ابدأ اتكلم عن اي سيرفر قبل ما نبدأ نشرح نظري هتأكد من ثلاث حاجات ان السيرفر ان استولت ان هي دايما تكون ها رانينج بعد كده ان السيرفر ستكون قد اكسسابه عن طريق النتورج بعد كده نبدأ نشرح نظري خلاص خليها ماشين بالمبدأ دايما حطه في اعتبارك على طول خلاص يبقى تعالى كده نبدأ نشتغل عليها اولا اسم السيرفز اللي نشتغل عليها اسمها vs ftpd very secure ftp daemon خلاص ده اسم الباكيج بتاع الفتي بي سيرفر طيب كلام جميل بالنسبة للكلاينج هنستغل باكيج اسمها ftp يعم install ftp يبقى الباكيج اسمها ftpd خاصة بالكلاينج والباكيج اسمها vs ftpd خاصة بالسيرفر ftp استغل باكيج اسمها وده شيء ممتاز جدا وبرضه vs ftpd استغل باكيج اسمها على السيرفر كويس جدا الحمد لله الحاجة اللي بعد كده ها الحاجة اللي بعد كده تعمل ايه هتأكد بعدها بشكل مباشر ان السيرفرز دي شغلة ولا لا تعال كده اقوله system control status vs ftpd ها اهيا السيرفرز عندي ايه running واكتف قدامك الحاجة التانية لازم اشوفها ان هي ايه ها enabled تمام لو ما كانتش active ولا كانت enabled كنت المفروض تعمله ايه system control ها start او restart للسيرفرز وبعد كده كمان كنت المفروض تعمل ايه enable للسيرفرز ماشي طيب كلام جميل بعدكت الخطوة الثانية بعد ال installation الخطوة الثالثة تتأكد ان السيرفرز دي هتكون accessible ان ال firewall مش عامل لها block بمعنى اضط ماشي طيب عشان تتأكد من الخطوة دي الاول شوف ال firewall configuration بتاعك بيقول ايه ها firewall cmd list list all اه 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 شايف لي كده السيرفرز ال firewall بيعمل لها اقل له ايه ها ال firewall بتاعي بيقل له السيرفرز ايه بيقل له بيقل له لايس كازي 3260 اه هو انه التفاكر تلك السمبارة وبيقل له لل ftp وبيقل له لل ssh ده شيء ممتاز معنى كده ان ايه ها السيرفرز تاعتي كمان accessible خلاص نسيب ده بقى كله على جنبه وتعا نبدأ نتكلم بشكل نظري دي واحدة من اسهل السيرفز اللي انت هتشوفها ايه تمام ال ftp عبارة عن سيرفر بيسمح لك ان انت تخصت الملفات على سيرفر خلاص بعد كده ال user هيconnect من مكانة تانية ها عشان يعمل لها ايه ايه ده ونلود الملفات دايه ماشي طيب ال ftp شغال على بورد كام ال ftp شغال على بوردين 20 و 21 خلاص طيب كلام جميل 20 ده ممكن نسميه كده control traffic 21 لل data transfer كلام جميل بالمناسبة ال ftp شغال TCB خلاص كده يبقى ال ftp دايما بيشتغل باثنين بوتس واحد ال control والتاني اللي ده تترانسفير طيب كلام جميل اسم الباكتج بتاعة ال ftp اسمها vs ftpd very secure ftpd very secure ftpd دي دي اللي هي daemon واسم الباكتج اللي اعملناها الانستوار هنا اسمها ftp بس كده هذا موضوع ftp طيب هتحتاج ال ftp امتا؟ ال ftp هتحتاجه غالبا لما تحب تشير فايلز للمستخدمين اللي موجودين عندك ماشي كده؟ هتقولي دم انا ممكن اشير الفايلز عن طريق مثلا http صح؟ صح صح انت عندك حق مليون في المية بس ال ftp هيديك options مش موجودة عند ال ftp زي مثلا ftp بيديك بسهولة جدا ان انت تشير الفايلز او ان انت كمان ترفع فايلز تعمل upload او download للفايلز من client للسيرفر مش كده وبس بسهولة جدا الحكاة دي بتعملها بسهولة جدا زائد الحكاة كمان التانية انه ممكن ممكن كل يوزر يأكسس الهوم بتاعته او يأكسس الهوم داريكتري بتاعته مباشرة عن طريق ال ftp خلاص كده؟ ماشي؟ وده هنجربها دلوقتي حالا يبقى ال ftp ممكن يسمح لك انت تعمل download او upload الملفات الحاجة التانية يسمح لك تعمل ايه؟ ها؟ ممكن يخلي الوكال يوزر يأكسس الهوم داريكتوريز بتاعتهم ريموتلي ماشي؟ طيب كلام جميل تعال كده نجرب الكلام دول بمجرد ما الباكيج بقت up او بمجرد ما الباكيج تعمل لها install وبقت السيرفيس up ممكن تبدأ تجرب على طول من ال client وتبدأ تشوف كده بتقوله كده ftp اسم السيرفر بتاعنا او ال id بتاعه ال id بتاع السيرفر بتاعي هنا مية تلاتة وتلاتين بمجرد ما بداكت connect او بتخاول تصل على السيرفر او بتحاول تت�ب على السيرفر قالك ايه? واداك الكود بتاع متين وعشرين. ان الكونيكشن ده تماما. مباشا اي مشاكل فيه. طيب. بيقول لك بقى حاول تعملي لوجن على المكناة ديا. ومديك كده اوبشن. انا كنت اعمل لوجن هنا كروت. فاوتوماتيك خد الاسم بتاعك وحطه. عايز يستخدمه للأوثنتيكيشن. هل انا عملت اي اوثنتيكيشن حتى الام? ما عملش اي اوثنتيكيشن. فطلعه ما عملش اي اوثنتيكيشن. ممكن في الوقت الحالي تعمل لوجن كده. عن طريق الانوني مس اوثنتيكيشن. هل في اي باسورد؟ لا. بص اول ما عملت لوجن ايه حصل. قالك لوجن ساكسسفل. ريموت سيستيم طيب اس يونيكس 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 اوثنتيكيشن باينار يموت ترانسفير فائل. تمام كده؟ انا كده بقيت كونكتد لو عملت الاس كده الملفات. شايف هلاقي باب. طب هو السؤال السؤال الاولاني. هو الاف تي بي لما اشتغل بيسيرف الفائلز لليوزرز منين؟ الاف تي بي لما اشتغل بيسيرف الفائلز من المكان ده. فار اف تي بي. هتلاقينا ده ايكتور اسمها باب. اللي انت شفتها هنا دي. تمام كده؟ بالمناسبة لو حطيت اي ملف في المكان ده هتلاقي المستخدم او اليوزرز بدأوا يشوفوه. طيب كلام جميل. تعال كده. نجرب مثلا a lesser board nós as. 1970. لديimas. ls slash root مثلا. تقال عند اي ملفات. sympathize. كده ناخد ملف من دول ناخدهم. copy كده. ممكن اقول كده copy. slash root big fileElite Malibu pack file and cut var. ftp.pub. ممكن ان ارج 2010 مستخدمها. تعال كده روح اشوفه هنا هل هو اكسيس برون لأ الاس الدريكتور اللي اسمها باب سي دي باب كده ها شايف الملف موجوده هول فاكر ملفان دي كانت تنقلت امتا لما كنا عملنا لوكال يامري جوزيتري لو حد ديكو فاكر اللوقت انا افتقرت اساسي طيب كلام جميل قبل ملف موجوده هوا بالمناسبة لو عايز تدولود الملف ده لو عايزت تدولود الملف ده على الكلينت على طول مباشرة ممكن تعمل كده جيت وتقول له اسم الفايل اول ما تقول له جيت هيعمل ايه هيبدأ يدولود الفايل طيب كلام جميل تعال كده نعمل اجزت من هنا ها الملف نزل ها اتحمل الملف اهو قد الملف اتحمل طيب انت كسيستم قدم المفروض تعمل ايه مع السيرفز دي؟ والله في بعض الحاجات محتاج تعملها مع السيرفز دي الاول ملف الكونفجريشن بتاعها موجود فين؟ ها ملف الكونفجريشن بتاع السيرفز دي موجود فين؟ في etc vsftpd اسمه vsftpd.conf خلاص؟ هتلاقي في بعض البرامدر زينا ممكن تعدلها زي مثلا ها هل تـ enable anonymous user؟ الـ anonymous user الـ anonymous user اللي هو ايه؟ الـ user او الـ free login غير user بكل بساطة ماشي؟ هل تعمل الـ enable هو by default؟ نعم لا ممكن اخليها كده بـ no بالمناسبة الملف ده هو الـ configuration اللي في الملف ده على الشكل التالي كل الـ configuration اللي في الملف ده على الشكل التالي variable equal to value ودايما الـ variable بيكون small letters والـ value بتاعته دايما بتكون capital letters اهيه نخلي حجمها 14 متر عشان تـ ايه؟ دايما تفتكر الحكاية دي ماشي؟ نخليك دايما نفاكر الحكاية دي طيب لم جميع ارجع مرة تانية كده يبقى انا كده لما عملت الـ anonymous enable خليته بـ no إيه اللي هيحصلتها كده؟ نـ enable الـ الكلام دو او نـ disable الـ anonymous user وتعال restart service ونشوف ايه اللي هيحصل الـ anonymous دلوقتي system control restart vsftpd تعال هنا كده المرة دي نـ login مرة تانية ونشوف ايه اللي هيحصل بصلي ايه اللي حصل مرة دي ايه اللي حصل؟ قالك login incorrect و login fail ويبقى لو عايز تـ disable الـ anonymous user الموضوع بسط جدا وسهل جدا ماشي؟ ارجع تاني للـ server ارجع نفتح ملاف الـ configuration مرة تانية هنا الـ local enable الـ local enable ايه؟ الـ local enable عايز تسمح للـ local users ان هم يلوجن على الـ ftp server ده تعال كده نجرب الـ setting دي الاول تعال خلي عندي الـ local user كده ممكن اقول له كده user add مصطفى وباسورد كده للراجل اسمه مصطفى ده تعال كده نحاول نجرب من الـ login المرة دي اهو انا المرة الفاتحة دخلت الباسورد غلط بس بصلي كده ها ايه اللي حصل قدرت اعمل الـ login صح؟ طيب لو انا anonymous خليك فاكر لو انت anonymous مستحيل تقدر تعمل الـ login يعني لو انت جيت كده anonymous ومن غير باسورد انسى خلاص لان احنا عملنا له disable لكن لو انت local user معناها في حالة ان انت ايه؟ تقدر تعمل الـ login بالمناسبة ان لما بقيت local user وجيت اعمل ها لما جيت اعمل الـ login على الـ ftp المرة دي بدل ما كان دايما بياخدني الـ var ftp بقى بياخدني فين؟ ها حد لاحظ حاجة؟ اما لما جيت اعملت لوجينك anonymous كان دايما بياخدني للمكان ده var ftp طب لما بقيت local user المرة دي بقى بياخدني للـ home directory بتاعتي على حسب الـ user بتاعي ها ماشي؟ خلاص؟ طيب كلام جميل بالمناسبة هيبقى من حق ارفع ملفات للـ home بتاعي اذا ما انا اريد الـ server قلت له ls slash home مصطفى قبل الملف موجودة ها ها يبقى لو انت local user فانت بتاكسل home directory بتاعتك بشكل مباشر ها لماذا كنت بقى ادار رفع ملفات عشان الـ option ده؟ لماذا كنت بقى ادار رفع ملفات عشان الـ option ده؟ ها شايف؟ تمام كده؟ في عندك بعض الـ options هنا ممكن تبص عليها مثلا زي local u mask ايه local u mask ده؟ ايه local u mask ده؟ بصوا لي كده هو انا لما رفعت ملف لما جيت رفعت ملف الملف ده هياخد أي permissions بالظبط ها الملف ده هياخد أي permissions بالظبط هلا هياخد read write execute ولا read write؟ ولا read write؟ ولا هيااخد ايه بالظبط؟ كله هيبقى معتمد على الـ u mask value دي خلاص كده؟ تمام؟ اه في حاجات تانية ممكن تبص عليها هنا شيء دي زي اه او option زي اه ده. زي anonymous upload enable. لو انت عايز تخلي anonymous user يقدر يأبلوط فايل با دي فولت هي دي سيبل بالمناسبة خلاص كده ماجي؟ طيب اه ايه تاني؟ اه في عندك option كمان anonymous mkd write enable يعني هل تخلى anonymous user يقدر ان هو يكريات نيو داريكترز ولا لأ؟ بص الملف اصلا self-documented بصراحة الملف الملف self-documented يعني هتلاقي في كل حاجة عايز تانيبل transfer log او الexfer log عايز تانيبل login الابلودز والداونلودز خلاص بالمناسبة عندك option كمان انت change on uploads ممكن تقوله اي ملف يترفع يكون مملوك لليوزر اللي اسمه كذا فانت ممكن في الحالة دي تقوله change on uploads وهت change on uploads لليوزر اللي اسمه كذا واللي اكون هسميه اي حاجة هتعمل لها upload تبقى ملك المصطفى عادة مش بتعمل كده عادة بتعمل dummy user ما فيش لو اي اكسس على الفايل سيستم الملفات ال FTP ممكن نسميه FTP user مثلا وتخلي اي حاجة ترفع تبقى ملك لليوزر ده ده عادة اللي بيحصل ماشي؟ طيب كلام جميل عايز تحدد له كمان فين ملف اللوك بتاعك لو عايز تحط specific file لل FTP ممكن تخليه ممكن تقوله فين مكان الملف اللي يكون فيه اللوكز يعني انا عملت enable اللوكز وهنا حددت له المكان اللي يكون فيه ملف اللوك بتاعك والفورمات بتاعه لو عايز تحدد له فورمات معين هو هنا بايدفولد ويستخدم الstandard format في عندك اوبشنس تانية زي ال idle session time out ال idle session time out بيعدلك ال time out اللي اليوزر ما عملش اي interaction مع ال FTP اوتوماتيك يخلي اي يدسكنكت وليه ال idle session time out مهم بالنسبة لك؟ لا ام تخلى عندك FTP server اي server في الدنيا ال resource بتاعته محدودة مش معقولة هيكون عندي server موجود وخلي ال idle time out بتاع السيرفر ده مالة نهاية معنا كده ان اي يوزر يكون نكتا عندك هيفضل connected فتح session ومستهلك resources من غير حتى ما بيكون يعمل اي حاجة مش منطقي يعني عندما كنت تقول له ال idle time out خليها مثلا 600 حط رقم كبير اساسا من انت خليها 6 دقائق او 10 دقائق رقم كبير ممكن تخليها وليكن خمس دقائق او ثلاث دقائق لو لو راجل ده ما عملش اي حاجة من ثلاث دقائق اعملوا دوس connect بشكل automatic يعني ممكن تخلي دي كده 200 خلاص في عندك data connection time out و data connection time out ده معظم الناس بيعملوها عشان يليمت الترانسفير على ال FTP بدلا ما يجي لك يطلع عينيك ويقض طول النهار يدون لود ملفات من ال FTP بتاعك اعملوا data connection time out يعني هفصلوا ال connection بتاع data transfer كل كم ثانية و اشهر موقع او اكتر الموقع اللي بتعمل حاجة زي كده موقع زي شركات HP حاول كده تنازل درايفر من على موقع HP ويكون درايفر ده كبير شوية يعني 200 و حاجة ميجا مثلا وانت بتدون لود بسرعة قليلة وليكن 150 كيلو او 200 كيلو وتفرج على هيتعمل معاك حرفيا كل خمس دقايق تقريبا اللي هيحصل معاك هتلاقي دون لود بتاعك ايه؟ وقف ولازم ترجع تعمله ايه؟ رسيوب مرة تانية كل شوية كل شوية ليه؟ لانه اعمل data connection time out خلاص؟ وبيحاولوا الجاول حاجة زي كده عشان ما يعذبش نفسه ويجريوزر غلص يقعد يدون لود كل الملفات اللي موجودة عنده على الوبسايت بتاعه بدل ما يستهلك البندوتس ماشي كده؟ طيب في عندك option كمان هنا بدل ما انا عديه تعالي هنا كده اللي هو non privilege user انت ممكن ترن ال FTP بصلاحيات non privilege user يعني user ما عندهوش صلاحيات خلاص؟ ليه؟ عشان لو حصل attack او حصل hack على service دياً ايه اللي يحصل؟ اللي هياخد access هياخد access صلاحيات مالوش ايه مالوش اي صلاحيات مالوش اي حاجة خالص فهيبقى خليد رفض مهو في الحيط مش عارفين معاك اي حاجة هيقدر يلعب بس مع ملفات ال FTP نفسه خلاص؟ في عندك options تانية ان هو يابورت او يوقف ال업 Notal connections خلاص diyecon ممكن مثلا كمان تقنبل شوية حاجات زي LFTB banner خلاص؟ Welcome to Local FTP ممكن تضط لها اي banner هنا البنر اللي هي الرسالة بتطلعلك لما تيجي ايه تقنike تعال ال FTP بمناسبة تعكد أوريلك ديًا شاهد؟ هي دي رسالة البانر بتاعك أهي ماشي كده؟ نرجع تاني الملف بتاعنا في عندك كمان ان انت ممكن تديني بعض اليوزرز خلاص تعال كده فين 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 ماشي؟ راحت فين يا سيدي؟ ماشي 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 اه تعال راية الكروت كده ماشي ماشي طيب لو عايز ديك اي يوزر هنا وتخليه ما يقدرش يكوننكت بالمناسبة باي ديفولت الروت يوزر مش مسموحه ان هو يلوجن عن طريق الافتي بي ليه؟ لأن زي ما قلتلك خليك فكر ان الروت ما عاصل راحيات عالية جدا والافتي بي باي ديفولت هو بلين تكست بروتوكول يعني ببعد كل حاجة نانكريبتد عشان كده حاجة خطيرة جدا تعال كده هنا نعمل ايه؟ نلوجن كروت كده الاول تعال كده نحاول نلوجن كروت بصولي ايه اللي حصل ما سألنيش حتى على باسورد اساسا ما استمنىش حتى ان هو يسألني ليه؟ لان الروت كان موجود في الليستة دي طيب تعال كده نضيف راجل زي المصطفى اللي كان قادر يلوجن من شوية ونشوف ايه اللي هيحصل معاه ايه؟ بص لي ايه اللي حصل؟ بص لما ضفت اليوزر دي ايه اللي حصل؟ طيب تعال انشينو كده من هنا؟ ح мощ نزيل كل من شوية ها قدرت عمل الروتجة هوا ها تستطيع اجبر الووجيتها هوا طيب اليوصور الخاص hack ليس بعد كده؟ ارجع muitos AMP ممكن اعمل changeRootLocalUser عشان افهمها لك تعال كده عمل login هنا تعال هنا تعال هنا نعمل enable الانون المصمرة تانية ايوه انا عايز اوريها لك بصوا لي كده الامن المصمرة بيعمل ايه الانون المصمرة دايما محجوز للمكان اللي هو var ftp طب بصوا لي كده الوكال يوزرز بقى على العكس تماما الوكال يوزرز بصوا لي كده على يوزرز مصطفى دايما يحصل معاه بصوا مكانه في ايه في هوم مصطفى بصوا لي كده ايه ايه ده الوكال يوزرز قادر يعمل ايه ها قادر يشول فايل سيستم كله شايف اللي بيحصل يا مهر ازرق ده انا كده عددت الدنيا في دهية معنا كده ان الوكال يوزرز لو كنكتد عن طريق الاف تي بي مش هيكونوا محبوسين فين ها في الهوم داريكتوري بتاعتهم لكن الانونيماس يوزرز دايما هيكونوا محبوسين طب انا عايز احبس الوكال يوزرز هما كمان عايز احبسهم ممكن اقوله هنا شينج روت لوكال يوزرز واقوله ايه ايوا احجزهم خلاص تعال هنا كده المرة دي وانتعا نعمل الستارت للسيرفس شايف ايه اللي حصل معك؟ قال لي تشينج روت لوكال تايل سيرفس نوت افيلابل مفيش نوت كنكتد اصلا ليه؟ لان انا قلت له اعمل اه انا هينيبل تشينج روت بس لسه فيه حاجة تانية كان لازم اعملها كمان ان انا ها احدد له الليست بتاع ايه؟ ها اليوزرز اللي المفروض يكونوا تشينج روتد خلاص ماشي؟ تعال هنا كده نعمل اليست بتاع اليوزرز كده بتاع الملف ده تعال اكون كده كابي للبط بتاع الملف ده وتعال في الليستة هنا نحط له اليوزرز كل واحد في سطر خلاص تعال نريستارت السيرفس وتعال نجرب مرة ثانية ها لسه الرجل برضه قادر يتفسح ها لسه الرجل قادر يتفسح ها لماذا الرجل لسه قادر يتفسح؟ راح فين فين؟ اه VSFTP دعا و فيدور فلك و فيدور و فيدور ام دور فكرة و بهدور و تكون و mache و فيدور سوف أعرف ماذا حدث؟ لو اريد الكومنت اصلا هتلاقي بيوضح لك بيقول لك هنا You must specify an explicit list of local users to change route وبقول لك ان لو انت عملت الاثنين دول enabled هيتعكس يبقى اللي موجودين في الليستة دي هم اللي مش هيتعمل لهم change route معنى كده ان انت كنت المفروض تعمل ايه؟ كومنت ده خلاص تعال هنا كده restart service تعال نconnect مرة تانية ليه مش رادة خليه نوجن او اعتقد ممكن يكون في secure خلاص او او дан depende مرة تانية من نبص على اللوكز ونعمل لا يوجد أي شيء هنا لا طيب تعال نروح لملف بتاع تعال ننابل لوجن فين يا سيدي فين 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 هو موجود أصلا لوجن طيب ترجع طيب اهو بتاع نعمل الديسيبل مرة تانية ونبدأ واحدة واحدة التانية من الأول اما ليس ايش انا عندي بتفصل بتختفي كل شوية فتي بي مية اثنين وتسعين مية اثنين وتسعين واحد وعشرين مية تلاتة وتلاتين رجل ده بتبسح هاو مزاجه زي الفل نرجعك مرة تانية نرجعك مرة تانية نرجعك مرة تانية ترجمة نانسي قنقر 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 المتأكد انه صح على صديقك بقى ساعتها اللي هو الحاج جوجل كده تعالى ايه نطلع السريع كده ايه vsactbd change rule test ها يوى امسك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة السريع كده هناك شخص الشخص احده نفس مشكلة لم تعمل انا نجرب من تعمل سنجربها في الشغل من كم يوم يعني يعمل من التي م CBS حسنوى ايه اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ội اولا اشتركوا في القناة دون وكل وقت اللي احنا ضيعنا دون الفاضي. ارجع مرة تانية. هنا. ده. قال له writeable change root دي ما لهاش اي لازمة. من غير هيشتغل عادي من غير اي مشاكل. خلاص. ارجع connect هنا. هنا. ما استغلش. احتاجنها. ارجع مرة تانية اعمل connect كده. ممتاز. ماشي. ارجع. set enforce بواحد. المرة دي اعتقد انه هيرفق تماما انه هو يعمل login. بس خلاص. ماشي. سهمت انا كده ايه اللي حصل. خلاص. بكل بساطة. بكل بساطة. ارجع مرة تانية هنا. سهلا. بس اتكيبه لسي اليوكس. خلاص. هجع من login. انظر ايه اللي حصل? حبست الراجل دلوقتي في الداريكتوري بتاعته وقوم داريكتوري بتاعته معلش الحتة اللي فاتتنا انا عارف انها مزعجة مزعجة بالنسبة لكم لان انت اول مرة هتصطدم بخزوق من خوازيق السي ليونكس عشان بس ما اعزبكوش معايا وقعد اقول لكم على حاجات انتم مش فاعملينها اصلا انتم عمليني السي ليونكس شغالها ازاي لحد ما نوصل للسي ليونكس في نهاية بقية السيرفز ازاي مؤقتا مؤقتا ليكم اعمل ديسيبول السي ليونكس كلها بالظبط لا تربح ايام ونخش فيها بالظبط يعني ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله مش ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله نشرحها بالتفصيل الممل خلاص احنا كده عرفنا المشكلة اللي موجودة فين؟ السي ليونكس تمنع اليوزر ان هو يلوجن ماشي كده؟ تمام؟ فده اكبر خزوق قابلنا دلوقتي النهاردة شغال عندي من غير اي مشاكل على السيستمز الثانية لقال سي ليونكس كده مزبطها فما سمعتش ولا عملت اي مشكلة من الخوازيق دي بس ضربت معاكو النهاردة حظوكو لاسود كده ان هي ضربت ده نهاردة بالمنظر ده في عندي avc هووا ما علينا ايه طيب اه اه لو رجعت بسيط على ملف الكونفجريشن مش هتلاقي اي حاجة غريبة غير البرامتر الوحيد اللي اعنا لانا عنت وده اضاف كمان للسيرفس اللي هو قال له writeable change route base. بس انها مفيش اي حاجة غريبة ضفناها ولا اي حاجة زيادة عملناها. نفس الconfiguration بتاعنا عادي جدا مفيش اي مشكلة فيه. خلاص? هتعمل change route list file. وتحط المستخدمين اللي انت عايز تعمل له change route جواه. تمام؟ 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 تعال على نفسك. تعال على نفسك. وعمل disable cnux. طبعا انا مش بركومنت كده في اي production environment. وهو هتعمل كده في اي production environment. عشان ما توديش نفسك في دهيا. خلاص? لحد بس ثلاثة اربعة ايام. لحد ما نخلص السيرفز دايما. ونخش في الجزء الخاص بسيكوريتي. هنشرح cnux بالتفصيل الممل. لحد ما يعزمكم معايا فيها ان شاء الله. خلاص? وعلمك طريقة ازاي تتربل شوت السيرفز بشكل سريع يعني. ماشي؟ انت بقى الاوامر ان انا عملتها بتاعة ست سي بول وجيت سي بول والحاجات دي. انت بس اللي عليك تعرفه النهاردة ست انفورس بزيرو او بواحد. خلاص? خليها بزيرو دلوقتي مؤقتا. بس مش عاد منك اكتر من كده. ها. حد عنده اي مشكلة? ها. حد عنده اي مشكلة? ها. حد عنده اي مشكلة? ها. خليف. ع honestly نضجل اكتر الراك على موضوع الفي بي. quartz باعتقد ان احنا كده شبه خلصنا الفي بي. هنرجع له مرة تانية ان شاء الله المرة تانية. ان شاء الله. ازاي نعمل Enable للSSL مع FTP بس مش اقدر ادها لك المهاردة من غير ما تاخد الSSL ماشي هتبقى يجلس بالنسبة لك تمام؟ الSSL هناخده بعد يوم الابتشي على طول مع جزء السيكوريتي تمام كده؟ طيب هناخد بريك ان شاء الله عشر دقيق كده والآي ونرجع نكمل